السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين إذن عدنا والعود أحمد نعتذر عن هذا الانقطاع نظرا لظروف صحية قاهرة نعتذر جدا لمتابعين الكرام إذن عدنا لكم بطرس جد مهم عبار على حوصلا حول النص تاريخي يعني نقاط جد مهمة لا يجب تفويتوها concernant le texte d'histoire يعني ce sont des points très 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 importants اللي لازم على أي مترشح ولا متلميذ في الثانوية ما يفوتهمش وما من المترشح الأحرار donc رح نبدأ بهذا les notions وبيان دي concept هذو أعطيتكم ثلاث كلمات تحتاجوهم لأنو كي يطرح لك السؤال أشاك فو يبدلك الصيغة donc لازم تكون تعرف على وش رح يهدر لك donc إحنا عندنا un text يعني نقدر نقوله un discours في بلاس text نقدر نقوله enance نقدر نقوله un produit نقدر نقوله un message عندنا l'autor نقدر نسميه l'écrivain نقدر نسميه l'énonciateur نقدر نسميه le scriptor le destinateur ولا l'expediteur يعني هذو كامل معناهم الكاتب وهذو معناتهم النص عندنا l'écrivain نقدر نسميه le destinateur ولا l'écrivain هما les destinateurs يعني هما هو القارئ ولا منوجيها له النص très bien نروحو هنا le text d'histoire عندنا le text d'histoire بوش يتميز يتميز بالl'évenement يعني حدث تاريخية ولكن بارزة يعني يتميز بالpersonage historique اللي هما شخصيات قادر يكون شاهد شاهدة ولا أي شخصية كي ماما سينيسا الأمر عد القادر etc لا يتميز بل دات لازم يكون يعني تكون تاريخ محدد مثالي يقولك واحد نوفمبر بعد وخمسين يعني ما تحتاش انك تستند الى تاريخ واحدة اخر باش تحسبوه دونك هنا يعطيك تاريخ صريح لادات او الانديكاتور غولاتيف يعني التواريخ كي تكون غولاتيف وش منتا غولاتيف يعني مرتبطة بوش مرتبطة مرتبطة بتاريخ اخر يعني بش تعرف هذك التاريخ لازم انك تشوف التاريخ اللي قبل ومبعد تبدا تحسب بش تعرف وش هي هي ذك لادات بار اكزمبل يقولك لبخمي نوفمبر ساكنتكات ومبعد يقولك اعطيك ابره انا اهنا كيف سنح نعرف ابره انا انك تحسبن Luegoille54 والدنار kannstك ان انك تحت اخزم المثير من ربخمدي نوفمبر لانatives champion تكس دي ستوار الكيمة دغولون توما تكسد ديستوريك عندنا ديسيكانس عندنا سيكانس 1 وعندنا سيكانس 2 وشي لازمي اعرف الموتار شيح فلا سيكانس 1 أو فلا سيكانس 2 parce كو همان يختلف والابادهم دنك هنا فلا سيكانس 1 عندنا لعيزة كموينكاتيف ديولي هيا هدف العكاتب من النس عندنا فرد 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 وعيزة فرد انتنشان ليها انفرمي دا في دي ستوار يعني هنا لانتنسيون تايرة هي انفرماتيف هنا الفرق ما بين الانتنسيون وزي وزي تكون جنرال و الانتنسيون تكون سبيسيفك برك هذا ما كان ولكن هنا في سيكنس 1 كيما لا فيزي كما الانتنسيون في زوج سي انفرمي دا في دي ستوار ولا انفرمي اي اكسپلKI دا في دي ستوار هذا هو المحتوى تاع سيكنس 1 بالنسبة لهدف الكاتب من النص يعني الموتار شيحين لمدارو شو الفرد رحم مزلوف سیکنس 1 سورتو شو بل علميا كي سقسي كي غول كالي لعفزي communicative كالي لعفزي communicative دولة ون تاراك حزكراح دير الفرد دولة لعفزي دولة لعفزي لعفزي informي دان فى دستوار اكت جو بو نرحو لسیکنس 2 لعفزي تحا communicative لعفزي communicative دولة informative argumentative هنا راهي تقديم معلومات وكين واحدة الروح تعلن نص الحجاجي علاه لانه فى سیکنس 2 نقرأ نصوص يكون فيهم الكومنتار اللي هو التعليق ولا الججمان يعني حكم معين من طرف الكاتب ولا الكاتب يجيب تعليق تاع شخص اخر ونقرأ فيها شهادة العين مادام الكاتب راهي علق ولا يجيب تعليق تاع شخص اخر ولا يستعين بيشهادة العين يعني كين واحد الرغبة في الإقناع سي بوخصا جونا لعفزي информative هو صحي قدم لي معلومات ولكن حاب بيقناعني بيشيء معين سي بوخصا لعفزي لعفزي جنرال تاع لا سیکنس 2 سي информative argumentative بوخ وعلاه علاه انفرماتي بارغمانت ونبادر روحو عند الانتنسيان لي هوما لي فيزي سبيسيفيك سي كلاخ سا دي باندرو كالكاتب على حساب النص قادر تكون كومنتي انفي قادر تكون كومنتي اناليزي انفي قادر تكون راندر اوماج ان انتخدوزون ان كومنتر يعني تمجيد شخصية وبي ادراج تعليق راندر اوماج ان انتخدوزون ان تيموانياج تمجيد شخصية ولا شاهد بيدراج شاهد تعاين غلوريفي ان افنمان استوريك هنان يعود كلمة افنمان قوم مي موري ان افنمان حياء ذيكرا هذو كامل شفناهم في الفيديو انت لي فيزي كوميونيكاتي هذو تميز بيهم سيقونس دو واغلب اغلب يعني مواضيع الباكالوريا يجيو لي فيزيتاح من هذو ساعات ناديرا ويني جي ان تكست لفيزيتاح وانفوغ مي برك ساكلاغ تخابيا دونك هذو وش لازم نعرف في التكست هذو نروحو عند سيقونس 1 كما قلنا الانتنسيون راهي انفوغمي دان فيت استوار ولا انفوغمي يعيش دان فيت استوار يعني كي سقسي كالي الانتنسيون لكالي لا فيزيتاح كتجاوب تحط له هذي وانت مطمن اذا كنت في سيقونس 1 الولاد اذا في الاختبار الاختبار لا نستطيع نضمن لك يعني نقول في الاختبار ممكن انو الاساتي ذا كيما راح يروحو عند سيقونس 2 نروحو نشوف الاسئلة المكررة يعني يقول لك بار اكزم في سيقونس بزف في النصو سيقونس 1 في الفوروث ولا احتف الامتحان ينا جاك على سيقونس 1 يقول لك لإجابات غول لطن dominant et لطن دو لإندикатив هنا يسقس لك الاسامن تحتصري في تغلبية لأفعل سيقونس 1 لغو أغلبية لأفعل مسرفين في لطن دو لإندикатив ولا لطن 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 دو بالرغم من الأحداث قديمة صارت يعني جارت في الماضي ولكن نستعمل الحاضر لا يقول لأفعل كاتب لإعادة إحياء الأحداث في نظر القراء هذا هو الهدف من استعمال في النصوص التاريخية لطن 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 سيقونس لطن لطن في سيقونس 1 لطن لطن يحاول أنه يميبنش في النصوص بلطن لطن بهدف الموضوعية سيقل لطن يقدم لي دون أنه يدرج حتى تعليق ولا يدخل روحو في النص إذا جك سأل سق لطن لطن راح سبجكتف ولا أبجكتف تقول لطن راح أبجكتف إلي absent بار سوسي د أبجكتف إلي بات يقول ك يستفي هاي لا يستفي كشن اللي راح تم ده لو تقول لو سيط لطن تكست آ بيزي أبجكتف أبجكتف ده سبجكتف إلي نرحنا ما زلنا نحضر على سيقنس 1 هذه هي الإجابات في سيقنس 1 تخاب نرحو لسيقنس 2 سيقنس 2 لا فيزي تاح انفرماتي وارغمونتاتي وليز انتش يقدر ناهم قبيل حسب النص قدري يكون فيه تعليق يقدر الكاتب يدير شاهد تعيان ولا يستعين بشاهد تعيان ولا الكاتب هو نفس شاهد العيان يعني راح مكين هذو في الفيديو تال فيزي كومنيكاتي نرحو هنا لطن دومينا زمن الغالب قدري نلقو لفرزان سيقنس لفرزان دو نرحو كما سيقنس 1 بس ميكون شوو الغالب يكون ميكون ازمين اخرا نلقو لفرزان نلقو لفرزان سيقنس هذو لفرزان لفرزان نستعملو هم لفرزان بش نحكي وي يوم لcope لفرزان لطن الوصف هنا لسرد هنا آحو لطن تال summertime الظ功 سيقنس 2 très بيا سيقنس 2 الأ lift Pel radio سيقنس 2 المارك سا بخزانس معناتهم الكاتب راح هذا كي قولك جستيفيالي وش تقوله تقوله بخزانس دمارك دمارك أس حضور علامات الذاتية هذي هي التبرير تاك مثال تروح تجبتلو علامات ذاتية اللي كانين فرنسكي معندنا الجموى ولكن لي ما هوش مما بين مزدوجتين هذو لأنه لي ما بين مزدوجتين تشاهد العيان ما هو مش تالكاتب ونحن نجبدو العلامات تحضور الكاتب وكين فيديو على سيبجيكتيفتي الوبجيكتيفتي رانادرنا فيديو مفصل بالشرح باللغة العربية هذو هما أغلب الأسئلة اللي قدروا يصادفوكم نزيدو بالنسبة للقواعد قدر يجيك سؤال على لفواب باسيفي لفواب أكتيف اللي هي الجملة المبنية للمجهول والجملة المبنية للمعلوم ودرنا عليها فيديو يعني ممكن يعطيك جملة تكون في لفواب باسيفي ويقولك حولها إلى لفواب أكتيف ولا العكس عندنا هو تحويل جمل الفعلية إلى جمل اسمية هذي في جدول هذا الدرس يدرجوه في جدول يعطيك تواريخ ويطلب منك تستخرج الحادث والحادث يقول لك ما بيقوسي نخرجه لي على شكل جملة اسمية رانادرنا عليها فيديو مفصل وبتطبيقات على مواضيع البكالوريا في آخر كل فيديو قادر يسقسيك على لشان لكسيكال في لشان لكسيكال الحاجة اللي لازم تعرفها أول حاجة لازم تفرق ما بين لإكسپرسيون ولمو لأنه قادر يطلب منك يقولك رؤلو فيديو تكس دو مو ودوز إكسپرسيون دونك هنا راح تددلك قالك جبدلي زوج عبارات وزوج كلمات يعني انت لازم تلتازم بالتعليم لأنه لو كان ما تفرقش ما بين الإكسپرسيون للمو راح ما راح تدد العالم لازم تلتازم قالك جبدلي عبارة عبارة قالك ودرنا فيديو موفصل على الدرس تعلو شان لكسيكال لأنه كامل تعتقدوا بليرا سهل ولكن نحنا نشوف في نصح وش الاخر استغفر الله نصح شهات البكالوريا أوراق المطرش حين نلقوهم غلطوا في السؤال هذا يعني قليل يجبوه صحيح إما يديو نصف النصف العالم أو لا يديو خلاص لأنه لم يفرق ما بين العبارة والكلمة هذا سؤال على سينيفيكاسيون قادر يعطني جملة يسطر فيها لعبارة برك أو لكلمة ويقول ما معناها ويعطني مثل اختيارات وانا نخيار هذيك العبارة ما نروح نجاوب هكي كعشوائيين بدان نروح نحب نخيار نرجع للنص نشوف الجملة هذيك في النص نحاول نفهم المفهوم التاحة من بعد نرجع للاختيارات بش نطيح في الاختيار صحيح قادري مدلي عبارة كاملة يعني جملة كاملة ويطلب مني نبحث في النص على جملة اللي عندها نفس الفكرة هكي يجي سؤال لا سينيفيكاسيون يجيني سؤال هذو الضمائر اللي يصطر عليهم ويقول لي على من تعود الضمائر هذو كامرة ما درنا عليهم الفيديو بالشرح يعني هنا الضمير باش نطيح في الكلمة اول حاجة لازم نطابق المواصفات اذا كان الضمير مفرد مذكر الكلمة اللي يعود عليها حتى هي لازم تكون مفرد مذكر وهكذا مفرد مؤنث يرجع لمفرد مؤنث بهذا الطريقة ذو كن دي لكم لسيجين تبقوا فيه هنا يجيني سؤال على الكلاسمن يجيني سؤال على الكلاسمن الكلاسمن هذا يعطني مجموعتين يمدلي مجموعتين كما في التكس إستوريك بار مجموعة من العبارات أو جمل يقول كلاسي هم لي وراهم لي في القروب هذا وراهم لي في القروب هذوك العبارات يكون جابهم من نص ساكلاغ ما هوش جابهم من عنده ويطلب منين كلاسي هم أنا وش ندير نروح نشوف هذيك العبارة نبدأ باللولى عبارة لولى نفتش عليها فالنص هذيك العبارة هدر عليها كي كان يهدر على القروب تالي فرنسي ولا على لزالجيريا ونشوف كي كان يهدر على لفرنسي نكلاسي عند لفرنسي كي كان يقصد لزالجيريا نروح نكلاسيها في لزالجيريا ونمشي كيما هك حتى نكلاسي هم بالروجوع إلى النص ماشي نكلاسي عشوائي قادر يجيني سؤال على صفة الكاتب يقول لأ تغدس تكست أي عنوان جريدة باليوم والشهر والسانة تاريخ 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 المجل بعد السنة هنا سأعرف كاتب رح جورناليست وهكذا هذو درنا عليهم دي فيديو تعصيف الكاتب في النص ولا لتيب دي لطوغ هذا والعنوان تالا فيديو كيف تجوب على السؤال هذا بطريقة إحدرافية عندنا قادر يطرح لك سؤال على ثاني هذي مقرع عليكم في التكس ديستوار هنا يمدلي ممكن جملة ويعطيني استخرج العلاقة المنطقية هذي فيها واحد التعقيد هكا أنه الدرس هذا قادر يكون لرولاسيون لوجيك مباشرة أو غير مباشرة مباشرة تكون عندي الأدات غير مباشرة يحط لعلامات الوقف هذوك النقطتين ولا فاصلة راني راح نديلكم عليه فيديو تجدوه في القناة قادر يسقسيني على التام يقول التام أبوضي دون تاكست اي ولا يقول لو تغ تخات التام ويعطيني اختيارات مخير هنا في التام باش نعرف نجبد التام تاقي نص ونحتاج ه في الكون ترند لازم نروح نشوف وشي كلم المو كرر راح ولي لعبار لتكر بزف النص دون هذوك يه نجبد لها ردند انس كي يذير ردند انس يه ردند انس دم مو بيان انس اختيارات مال دو دون لتكست تادي لتكست راح يهدر لها هذوك هو التام نجبد قادر يجني لكيش لكيش خابية هذو هما النقاط اللي لازم تعرفهم في التكست ديستوار الى اللقاء في الفيديو القادم نتمنى تهزو نقاط هذو بعين الاعتبار سبت رواحكم له واني راح نحط لكم دي فيديو على مواضيع بيش يعاونوكم في الامتحان